وأهلا بكم من جديد كما تحدثنا بالبداية هناك العديد من الانتهاكات التي تقوم فيها إسرائيل ودولة الاحتلال على الصحفيين والإعلاميين الموجودين في مواقعهم إن كان في غزة أو حتى موجودين في فلسطين وقاموا فيما قاموا به مثلا قطع الإنترنت في الأيام الماضية حتى لا يتم نقل بشاعة ما تقوم فيه دولة الاحتلال وعدونا وهو إسرائيل أو وهي إسرائيل سيكون معنا الدكتور كامل القرآن أكاديمي وكاتب صحفي سيحكينا أكثر بخصوص هذا الموضوع مع الدكتور محمد كامل القرآن كيفك دكتور محمد؟ الله يسلمك صباح الخير أهلا وسلمك صباح الخير صباح الخير صباح الخير سيدي شاهدنا في الفترة الأخيرة بهذا العدوان إسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ببعض التصرفات التي شاهدناها تجاه الإعلاميين الصحفيين من الكافة الكوادر التي وصلوا الرسالة الحقيقية لكل دول العالم هذه انتهاكات سيدي العزيز وإسرائيل اليوم هل هي مقصودة بهذا المرحل؟ يعني آخر إيش حتى الزميل يبدأ حدوح عندما قصفوا عائلته كان هذا الشيء مقصود أيضا في قطاع غزة شكرا سيدي سيدي نحن نعرف أن المواثيق الدولية والقانون الإنساني للحقوق العامة ومنها الحريات الصحفية ضمن للصحفين التقيات الصحفية في معظم مناطق العالم وفي مناطق النزاعات والمسلحة وأمن حمايتهم وعدم التعدي عليهم أو تضييق على حرياتهم في نقل الحقيقة وأرض الواقع لكن أمام هذا التعنت الإسرائيلي والغطرسي حقيقة التي نرى ومشاهدها على شاشات التلفزيون ومن خلال التقديات الصحفية كان هناك أتوقع أن هناك أمور مقصودة في انتهاك حرية الصحفة لأنه زي ما تعرف الصحفي هو همزة الوصل حقيقة الذي يصل ما بين الميدان وما بين الرأي العام بشكل عام ولذلك كان عملية الاستهداف للصحفيين هي استهداف مقصود وممنهج من قبل العدو الإسرائيلي القانون أو المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية وإسرائيل من ضمن هذه الدول التي حقيقة وافقت أو كانت جزء من الاتفاقيات الدولية التي ضمنت حق الإنسان في التعبير عن رأيها وحق الإنسان في التعبير عن معتقدات وحق الإنسان في التعبير عن تصوراته وآماله وطموحاته لكن حقيقة أمام هذه المعضلة وهذه الأزمة وهذه الحرب وهذا التعنت وهذا الغطرس حقيقة أنها مورست بأبشع صورها وبكل الإمكانيات والآلات التي تستخدمت لكبت حرية الصحفيين وعدم نقل الحقيقة والواقع إلى الرأي العام حتى لا يشكل هناك حقيقة ضغط من الرأي العام على الأدوات العسكرية والآلة العسكرية التي تستخدمها إسرائيل ضد أشيقان الفلسطينيين في غزة أيضا وفي القسوة وفي معظم مناطق فلسطين وحد الله دكتور عادة في السياسة هناك ثلاث أعمدة لها أساس في تغيير أو في لها دخل في صناعة القرار أو التغيير الأحزاب الإعلام والرأي العام اليوم منشاهد الإعلام والرأي العام يتطفق بأن القضية الفلسطينية بحاجة إلى حل عادل وشامل فاليوم قديش الإعلام لعب دور كبير بتغيير هذه النظرية تغيير نظرية لما تقوم به إسرائيل بأنها هي ضعيفة وهي المظلومة وأن الفلسطينيين هم من قاموا بالاعتداء فكديش هذا الإشي مهم والتكاملية والتشركية للمرة الأولى طبعا ما بين الإعلام والرأي العام والسوشيل ميديا نعم شكرا ستيا ستيا زي ما لاحظنا نحن بدي أخذ من حيث انتهيت شبكات التواصل الاجتماعي حقيقة والحرب الأكترونية التي تمارس كمان أيضا من الإسرائيل ومن الأسف ومن أصحاب المنصات الأكترونية مثل مارك الفيسبوك وماسك التي هي تويتر التي هي الإكس حاليا وغيرها ميتات والخوارزمية حقيقة التي تعارض أو تمسح أو تحدث أي ما يعارض العدوان الإسرائيلي أو يشير العدوان الإسرائيلي وهو مجيئة وفضاع جرائم الإسرائيل ضد أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة الرأي العام مهم جدا ولكن حقيقة هي إسرائيل تستخدم الآلة وتستخدم الأدوات الإعلامية حقيقة التي تحشد الرأي العام الغربي لصالحها من خلال الدعاية الإعلامية ونحن نعرف ما هو الدعاية الإعلامية وما هو أثر الدعاية الإعلامية اتجاه حشد الرأي العام واتجاه قلب الموازين وحقيقة في تضليل الرأي العام اتجاه ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية من عدوان وقتل الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ الرأي العام مهم جدا وأنا حقيقة كنت كتبت مقالك قبل فترة في جريط الرأي أن نحن نريد منصات تتكلم اللغة العربية نريد ما نظن نتكل على غيرنا في نشر دعاياتنا في نشر قضايانا نريد منصات تتكلم اللغة العربية نريد من يبادل هناك من الدول العربية في اشتراح قضية معينة منصة تحمل قضايانا وهمومنا تشرح لذلك احنا كليات لحقيقة المنابر التي نستخدمها هي منابر كلها غربية وتتحكم فيها شركات كلها ممولة زي المنارة منصة هينية نحن نحكي عن الفيس منحكي عن الإكس منحكي عن توك توك حتى القنوات الإعلامية البي بي سي إذا جاءت التعبير أني أذكر سي أن أن كلها انتكسوف تسعين شكرا إليك الفوكس نيوز كل هذه الآلة الإعلامية الكبيرة التي تمول بأفكار حقيقة وبعتقدات وبتطلعات إسرائيلية تمحو التاريخ العربي هناك وتحاول أن تشكل رأي العام جديد باتجاه حملها على قضاء أو على تنفيذ مخططات الاستراتيجية وأنا بعرف قبل شوي بسمع قبل ما على الإذاعة الإذاعات البي بي سي أن هذه الحرب تخطط من 2014 لذلك في الأمور ممنهجة وكانت الأمور جاهزة في التخطيط لاستهداف البنية التحتية للاتصالات السكية واللاسلكية وفي تعتيم الرأي العام وفي تضليل الرأي العام لغير ذلك المطلوب منه حقيقة وإعلامنا والله يسجل حقيقة بصمة ويسجل حقيقة لحظة تاريخية في اندفاعه وفي توليفته الرسمية وغير رسمية كإعلام مطني في الدفاع عن القضايا الأمة والقضايا الوطنية وبكل صراحة وبكل تعبير وبدون محددات وبدون قيود وهذا يسجل لمؤسسنا لذاعو التلفزيون لموكات الأنباء الوردني إلى جريد ترائي إلى الدستور لمواقعنا الإخبارية هذه التوليفة حقيقة اللي يشار لها بالبنان وإعلامنا على فكرة أصبح مؤثر وأصبح يسمع وأنا كثير بسجل ملاحبات حتى أقوم حقيقة في دراسة معينة أين كان إعلامنا الأردني في التأثير على الرأي العام الغربي لا إعلامنا نحن نحن نحب نطمن كيف أثر هذه المرة دكتور وأنك عم تعمل أكيد بحث لهذا الأنباء كيف أثر؟ وهل تأثيره كان مباشر؟ لأن أعرف أدوات البحثية متعددة ومختلفة صحيح صحيح هو لغاية الآن نحن نحل المضمونة على المرادفات وعلى الأخبار الكاذبة وكيف إعلامنا العربي ومنها الإعلام كنموذج إعلامنا الأذن وفي قضية بصراحة وفي موضوعية وفي شفافية وفي دقة وهو حقيقة الأهم من هيك أنه يرتكز على قضية أساسية وقضية محورية وهي تمثل الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة وطالما نادى الأردون بقياجرات الملك أن لا حل لهذه الأزمة ولا حقيقة ولا الوقوف ولا يوجد سلام ولا يمكن أن تحقق سلام حتى أن أوجه رسالي للرأي العام الإسرائيلي لن يتحقق السلام من خلال الحق ولن تحقق السلام من خلال قتل ولن يحقق السلام من خلال استهداف المستشفيات ولا المساجد ولا البنية التحتية يتحقق لكم السلام من خلال الاعتراف بدولة فلسطينية على أراضي 67 مستقلة وترابة على ترابها الوطنية وعاصمتها القدس الشريبي بهذا يستطيع أن يتحقق لكم السلام أما بجيوش وفي استخدام الأسلحة الخارجة عن الاتفاقيات الدولية والمحرمة الدولية والكبت الحريات وغير ذلك من هذه الأدوات التي تستخدم بأبشع صورها هذه تربي جيل أيضا حاقت شكرا هو يعتبر ربي أنت لما بتقتل عشر آلاف وما يحزني حقيقة قبل فترة أنا بس مع الأخبار أنه مقاومة الإسلامية حماس ترجى إلى تعطيل الفصل الدراسي الحالي أو السنة ليش؟ لأنه أطفالها الطلاب كلهم ماتوا كلهم استشهدوا ما ظلش طلاب تحكي عن خمسمائة ألف طالب تقريبا وهذا العدد حتى العدد فيه تزايد وهذه العدد حقيقة هي مش عدد قابل ليش للزيادة هلا فيه كمان ناس تحت الأنقاض لسه ما أحسوهم فيه قطايا كبيرة طيب دكتور اسمح لي موضوع للسوشال ميديا والإنترنت يعني من أيام تم قطع الإنترنت على غزة تحديدا هذا الشيء وهي وقصودة أكيد عشان تضليل الأخبار الصحيحة والصورة حقيقية ما يحدث في غزة تحديدا لكن نرى هذه الانتهاكات من إسرائيل هل نحكي قانونيا هل ستتعاقب إسرائيل بهذا الموضوع أنه اليوم خلت حرية الرأي عند الصحفيين والإعلاميين بعدم إصال الرسالة هذا جزء لا يتجزء من الحرب وهي ركب من أركان الحرب اليوم توصد الرسالة لكن هذا التضليل الإعلامي وأيضا فبركة الأخبار لصالح الجانب الإسرائيلي هذا شيء أيضا من انتهاكات الحرب سيدي سيدي شكرا لك هل هناك شيء في هيئة الأمم المتحدة يسمى القانون الدول الإنساني وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي ينبثق عنه مجلس حقوق الإنسان ومن ضمنها هذا هو قانون منع الحرب وهذه الحقيقة القانونية هو جزء من قانون منع الحرب قانون منع الحرب الأقلي هناك في أخلاقيات للحرب يعني الصور الحرب في أخلاقيات الرغم أنه هيئة الأمم المتحدة أو قانون الحرب يمنع النزاع المسلح بين الدول أنا استقنوني لكن أطلع على بعض التفاصيل أنظمة الأمم المتحدة يمنع الحرب بين الدول وإن حصل الحرب لكن هناك أخلاقيات للحرب وفي قيم إنسانية وفي شرعية دولية زي ما نعرف قانون منع الحرب أو قانون الحرب هو منع الاعتداء على الصحفيين على الحريات العامة على حريات التعبير على استهداف البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية الاستهداف المستشفيات المساجد المدارس إلى غير ذلك هذه استهداف الطواقم الطبية استخدام طواقم الدفاع المدني إلى غير ذلك هل ستقدم إسرائيل إلى محكمة الجنات الدولية؟ أعتقد لا لأنه كان فيه مشروع قرار سيمرر هناك من بعض الدول ومن روسيا أول ما حاولت أنها تمرر قرار ودين إسرائيل في ارتكاب جرائب حرب لكن أخذ نقض الفيتو وهناك أيضا لا بالعكس هناك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية للأسف إنها بتقود الآن تمرير القرار في مجلس الأمن الدولي لإدانة حماس عدوان حماس على إسرائيل نرى هذه المعايير والإزدواجية ونحكى عنها في خطابنا السياسي وفي الدبلوماسية الأردنية التي حقيقة جابت الأرض بقياد جرائب الملك في سبيل الضغط على إسرائيل والضغط على الرأي العام العالمي في ضرورة وقف هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة حقيقة لما أحد أعرف لمن ستوصل هذه الأمور هذه للأسف دكتور اليوم نشهد مصطلحات جديدة تم إدخالها على العديد من التخصصات ومنها الحرب الإعلامية والتنمر السياسي والتنمر الاقتصادي التي تقوم في أغلبية الدول العظمى اليوم ما تقوم بإسرائيل هي حرب إعلامية وحرب تضليل إعلامي اليوم نحن كيف بدنا نختلف مع إسرائيل كيف بدنا اليوم أن نبين أن هذا ما تقوم به نحن عارفينه ما تقوم به أصبح رواية قديمة نحن كأردنين أكثر وعي ومعرفة وأيضا كيف بدنا يتم ضبط المعايير الداخلية أيضا للحفاظ على الخطاب الإعلامي الموحد شكرا للك سؤال في مكانه زي ما تعرف حضراتك وإحنا زملاء إعلاميين هناك اتحادات عربية للإذاعة والتلفزيون والصحافة العربية الآن أجا وقت هذه الاتحادات اتحاد الإذاعة العربية والاتحاد الصحافة أيضا وفيه للتلفزيونات وفيه أيضا هناك هيئات خاصة في الإعلام العربي جاء وقت هذه الاتحادات أن تقوم بدورها في عملية توليف أو صياغة رسالة إعلامية وخطاب إعلامي موحد يجمع كلمة الأمة على هدف واحد ويجمعها أيضا على مصطلحات ومفردات واحدة تستطيع أن تجاب فيها أن تجاب فيها وأن تأخذ موقف الهجوم وليس الدفاع يعني للأسف دائما بالإعلام نأخذ موقف الدفاع يعني عمرنا ما بدلنا نأخذ موقف لا نحن بالنهاج بالآن إعلامنا قوي علامنا قوي في عنا رسالة في عنا خطط في عنا استراتيجيات في عنا ناس الآن الدكتور والقرامة الحديثة الآن بنشاهد أيضا يبدو أنه في قصف أيضا في غزة الآن كما نشاهد في هذه الصورة تصاعب يعمل الدخان في قطاع غزة الآن نعم نشوف يعني يعني نشوف قدش هي أحياء الدكتور بهذا الموضوع لكن هذه الصورة الآن مباشرة من قطاع غزة نعم سيدة حقيقة يعني يعني مرورا بالمواثيق الدولية وفي القرارات الشرعية الدولية وبحقوق الإنسان وما نصعت عليه هي الممتحدة وما بعد الحرم العالمي الثاني وما بعد نكبة النكبة التي عرضت أخواننا الفلسطينيين في الثمانة وأربعين لم يشهد التاريخ العالمي فضاعت وبشاعت هذه الجرائم والمجازر التي ترتقب بحق إخواننا وأشقانا وأبنائنا في قطاع غزة الذين حقيقة يعني نترحم على رواح الشهداء وندعو الله ونسأل الله أن يربط على قلوبهم حقيقة هذه البشاعة وهذه الدولة التي رفضت كل قرارات الشرعية الدولية على فكرة ولا قرار للأمم المتحدة الجمعية العامة ومتحدة قبلة إسرائيل بالعكس رفضت قرار التقسيم قرار التوطين قرار المستعمرات الاستيطان الاعتراف بالدولة الفلسطينية كل هذه القرارات على فكرة انسحبت منها إسرائيل ولم تعترف في قرار وإن اعترفت بالعكس كانت تتنصل من هذه القرارات ومن هذه الشرعي ومن هذا حقيقة هذه إسرائيل لا يحكمها لا قانون ولا يحكمها ميثاق ولا يحكمها أخلاقية حرب أخلاقية وحرب تستنزف فيها حقيقة طاقات الناس وتحطم أمان الناس وأنا أعتقد أنها تحابنا توصل فينا لمرحلنا تحبطنا أن نصل لمرحلنا نيأس فيها لكن بالعكس نحن أمام هذه المجابهة وهذا العدوان الصاخب البشع بالعكس نحن مستمرين في مقاوماتنا ومستمرين في مقاوماتنا الدبلوماسية والقطابات السياسية ومواقف الأردن مشرفة على جميع الصعود والأردن منذ 7 أكتوبر لم يدخل جهدا حقيقة على المستوى الإقليمي والدولي إلا وكان هناك قوة وكان هناك حضور وكان هناك لهجة حقيقة متغاية وكان خطاب جلالة الملك أيضا في مؤتمر قاهرة السلام الأخير كان حقيقة خطاب مختلف وهو دائما جري ولكن كان حازم وكان ثابت وكان مانع ووضع الأمور كلها حقيقة في مكانها ووضع القضية الفلسطينية في مكانها وزي ما حكينا ومنحكي حقيقة لن يكون هناك حل ولن تنعم إسرائيل بالهدوء ولا بالاستقرار ولا بالطمأنينة ما دامت هي محتلة لأراضي الفلسطينيين ولم تعترف بحقوقهم وشرعيتهم وهذه الدولة حقيقة التي انكفت على نفسها حقيقة وهي الآن زي ما تفضلت قبل شويها هي تزيد من حقد أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء العالم والإنسانية جمعها على تصرفات العدوانية وأصبحت هي دولة غير مرغوبة وغير مقبولة عالميا والآن نحن نشوف في كل بقاع العالم فيه في رأي عام ضد العدوان الإسرائيلي هذا أنا أحب أن أتوجه للرأي العام أمام تقاعص الحكومات والغربية اللي حقيقة نتفاجأنا فيها وانصدمنا وهذه الدول التي دائما حقيقة تعتبر نفسها حامية وصاين تتغنى بالسلام والسلام وهي دائما ما ينطبق على أوكرانيا وروسيا لا ينطبق للأسف على غزة ونحن نحكي عن غزة قطع وليس الدولة ودولة لا وهذه مقاومة لا تملك لا دبابات ولا طائرات ولا صواريخ ولا قنابل فسفورية ولا عغاز سام ولا قنابل ذنبي وترتكب هذا الإجرام وهذه البشاعة ضد ولذلك نحن حقيقة نتوجه للعالم الغربي وللرأي العام الغربي الحي النشط يعني النابض بالحياة أن يتحرك باتجاه حقيقة الضغط على حكومات وليات المتحدة الأمريكية فرنسا بريطانيا هذه الدول الدعمة لإسرائيل دعم منقطع النظير ونتوجه أيضا حقيقة لرأي العام الإسرائيلي هذا الشعب إذا أراد أن يحيا بسلام وأن يعيش بسلام يجب أن يقف عند هذا الحد وأن يضغط على حكومة نيتنيا وهذه الحكومة المتعصبة وهذه الحكومة المتطرفة وهذه الحكومة حقيقة التي التي تحاول أن تهرب من فسادها ومن فضاعة تصرفاتها داخل المجتمع الإسرائيلي إلى حربها في غزر دكتور تحدثت عن الرأي العام وقدش اليوم الإعلام مهم في توحيد الرأي العام وشاهدنا أيضا في دول غربية كان هناك وقفات احتجاجية تتحدث بألاف الأشخاص والمواطنين لكن اليوم أيضا العدوان الإسرائيلي حاول شتت هذه الرسائل وإعلاميا عشان ما يثير هذا الشعب ويطلع باعتصامات في هذه البلدان هل اليوم دور الإعلام العربي تحديدا بالتأثير على ردة فعل الرأي العام في دول الغرب سيد العزيز أشكرك سيد زي ما حكينا نحن بدنا نحاول ننتقل من مرحلة الدفاع عن نفس إلى الهجوم بدنا يكون في عنا أدوات الإعلام يعتمد على أدواتك بصراحة على أجهزتك على قوتك والإعلام يحتاج إلى مال إلى جهد كبير وإحنا قبل شوي حكينا أنه في عنا هيئات ومنظمات متخصصة في الإعلام في الإذاعة في التلفزيون في الصحافة في اتحاء في ضمن جامعة الدول العربية نستطيع حقيقة نفعل وننشط الآن أجاء دور هذه يعني دورها لإيصال رسالتنا لإيصال كلمتنا لإيصال حقيقة حضورنا ومكانتنا والجهود الكبيرة تقوم فيها وهذه المجازر وهذه الفضائع الإسرائيلية نحتاج يعني كيف نستطيع أن نؤثر على الغير كيف نستطيع أن نحشد الرأي العالم الغربي ونحن لا نستطيع أن نوصل لله الأصل من نوصل حتى نؤثر عليه نحن لدينا رسالة لدينا مفردات لدينا مصطلحات لدينا لدينا إعلام لكن من القناة أو ما هي القناة أو ما هي الوسيلة الإعلامية التي تستطيع أن تنقل رسالتنا هذه الرسالة الحقيقية وكل موضوعي وكل شفافي وكل دقة للعالم الغربي حتى أنه نحشده حتى أنه نعمل توليف معين يضغط على حكوماته بالتراجع حقيقة عن دعم إسرائيل اللامحدود في حربها وعدوانها على إسرائيل زي ما حكينا الإعلام الأردني حقيقة حمل حمل كبير جدا على عهد قوسط والحمد لله نحن ما زلنا نعمل توليف وعمل رسالة إعلامية وخطاب تماها مع خطاب الدولة الأردنية بإصار رسالتنا للغرب بإصار رسالتنا للعالم العربي لكن الحقيقة نحتاج إلى حشد أكثر نحتاج إلى دعم أكثر نحتاج إلى تعزيز أكثر في تفاهمات عربية إذا نستاجي منصات زي ما حكينا عربية ما بننظن ما بننظن من التكلين على غيرنا نحن نحكي عن الآن كل المشاهدات 90% على فكرة أنا قاعد بقرأ دراسات وأشوف 90% من المشاهدات المجتمع الغربي للبي بي سي وانت ترى البي بي سي تحرف الأخبار وكيف تضللها وكيف تزيفها وكيف حقيقة هي تدعي أو تطلق الدعايات الإعلامية المؤثرة التي من خلالها الدعاية الإعلامية تؤثر على الرأي العام وتشكل الرأي العام الغربي كيف تأثر عليه ولذلك زي ما شفنا أول مطلع الرئيس الأمريكي حكى عن إقدام إقدام حماس في قطع رأس 40 طفل هذه دعاي وهي معروفة دعاي كاذبي هم عندهم في مقول عندهم مقول لأحد الخبراء الإعلاميين تقول أكذب ثم أكذب ثم أكذب ليصدق غيرك ولذلك هم حقيقة هم بمشي ضمن هذه السياسة كذب يكذب أول مرة يكذب ثاني مرة ثالث مرة عدوك بصدقك نحتاج إلى حشد نحتاج إلى تضافر جهود نحتاج إلى تعاون نحتاج إلى خطاب إعلامي عربي بمفردنا صح نقوم بعمل صح وكل مجهوداتنا وكل قوتنا ومحدة مقصر إعلامنا الرسمي الأردني حقيقة يرفع له القبعة على مستوى إعلام على مستوى أجهزة الدولة وعلى مستوى حقيقة توجيهات وسياسات وتماهي مع الخطاب جلالة الملك وعلى قوة الدولة الأردنية لوضع فلسطين في مكانها وحضورها وحقيقة في نصب أعين للعالم والله أنا أخلي لك وجهة تحيي جميع الملاء مؤسسة إداعا والتلفزيون على جهودهم للأمان وبعرف هذا يعتبره واجب وطني بعيدا عن الرسالة الإعلامية أقول لك أنا أشتغل بخضرات بأخر شهر بس أنا هذا واجب الوطني وحن هذا دكتور يعني تحدثت عن الإعلام الغربي وهذا شيء مهم جدا ولكن أنا قديش كمان مهم أفهم إعلام العدو يعني أفرخاي أدراعي بلبل بالعربي ويأتي بخاطبك بآيات من القرآن وآيات من الدينجيل يعني مش عارف هو كيف يتحدث فهذا يعني بتشوف أنه قديش كإسرائيل من خلال أفرخاي أدراع يتوصل رسالتها إلينا وهم أكيد والعديد من الشاشات اليوم قديش مهم أنا أفهم رسالة عدوي قديش أفهم رسالة الإعلامية شان أحللها وأنا أعرف أشتغل ضدها هذا أولا ثانيا شوفنا كمان صحيفة الغد للأمانة عم تنشر مقالات مترجمة من اللغة العبرية إلى اللغة العربية وبتحطها وأنت بتقرأها ما أنه أنا كنت أقول ليش أنا أنقل رسالتهم صحيح بس ولكن بعد ما بحثت بقول لا لازم أعرف كيف يفكر مع أنه يعني تنشر الغد للأحزاب اللي ضد نتنياهو فتحدثنا عن هذا الموضوع كيف مهم أنا كإعلامية لازم أو كصحفية أو أمتهم الإعلام أعرف عدوي كيف يفكر عشان أصير أتخاطب معه بأسلوب أنفي روايته وأفرجي أنه روايته مغلوطة وكاذبة أشكرك شكرا 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 حقيقة زي ما أقول يقول من عرف لغة قومنا وتعلمها أمن شرهم ولذلك إذا تعلمنا مفرداتهم مصطلحاتهم وطبيعة الإعلام اللي هم يمارسون دائما إعلامهم حقيقة إعلام يبنى على دراسات إعلام يبنى على دراسات وعلى فلسفة أنا بتابحهم وأشوفهم وأقرأ لهم وأشوف هذا هناك نظرية بسموها نظرية الشخص الثالث دائما هي نظرية الشخص الثالث دائما منحكي أسماء ومنحكي أسماء الشخصيات نعملهم داعي ونحن نحن لا إحنا إعلامنا أقوى إن شاء الله هو واضح هذا الدول لا لا مش لحلقتك بشكل عام أنا أنت مستاذي لكن دائما إعلامنا حقيقة في شغلات في تفاصيل وجزئيات صغيرة جدا نحن بجزء مش متبهيلها ومش متنمين فيها بتبنى نكون موجودة في مؤسسات الإعلامية دائما في مؤسسات الإعلامية في إشي ننتبه بصراحة لازم نغير أدواتنا نستخدم أدوات جديدة ونستغل من لغة جديدة حتى نفهم لغة العدو الإسرائيلي ونشوف وحقيقة أكثر إشي قاعد يشتغل عليه ويظهر فيه شبكات التواصل واجتماعي إذا بشوف قناة 12 إسرائيلية على فكرة لا هذا الإسرائيلي أو الناطق الإعلامي بسم الجيش الإسرائيلي دائما يطلع على الإستقرام وأنا شفت مبارح صورة بعثونا مجموعة أنه لابس مربي لحية وحافظ قرآن ويحكي على حديث هلأ إحنا ما في عنا مشكلة إحنا كاشفينهم ونعرف شو نوايا الخبيثي دائما هم رسائلهم خبيثة ونفسية تؤثر على نفسيتي وعلى معنويات الأشخاص وهم يحاولوا دائما يخترقوا معلويات الناس ويحبطوا آمالهم وطموحاتهم لقوا قدام ولذلك حقيقة خوفنا على الجيل الصغير أنا مدرس في جامعة دائما بنبههم وتنتبهوا لشبكات التواصل الاجتماعي كونوا وعيين إلها لأنه حقيقة يستهدف الجيل الجديد الشاب أكثر ما يستهدفنا يزرع في معلومة يزرع في تاريخ وليس موجود والجوجل نرى المحتوى هناك قضايا والله لازم نقف عندها ونشتغل عليها من الآن الجوجل نشتغل عليها يعني من نشتغل عليها بدنا يكون المحتوى الإعلام العربي بصراحة على جوجل وعلى منصات التواصل الاجتماعي كبيرة وإن كان هناك في حقيقة ممانعة وفي رفض لمفردات ومصطلحات المستخدمة على شبكات التواصل الاجتماعي بحكم الخوارزميات التي أوجدوها وهذا حقيقة مارك التي أعلنها من بداية 7 أكتوبر أعلن الحرب مع إسرائيل على كل من يهاجم إسرائيل أو يعارض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى عبر الإكس وهذه الحقيقة نستطيع أن نأخذ من هذا الكلام ومن هذه العبرة ما هي سياسته وما هي نهجه سيكون لها قدام نحن نحتاج أنا أنا معين أن نركز على قضية الدراسات وأن يكون هناك أقسام أقسام موجودة للعبرية تتعامل مع العبرية وتتعامل مع اليهودية بصراحة نعمل تحليل ياريت مؤسساتنا الإعلامية وقسم دراسات وأبحاث ونعمل دراسات كل ثلاث شهور أو ست شهور أو سنة على الحرب هذه نشوف المفردات نشوف المصطلحات نشوف أكثر الوسائل التي استخدمتها شبكات التواصل الاجتماعي استخدمت إسرائيل في عدوانها كيف ضللتنا شو استخدمت صور شو استخدمت فوتوشوب لودو بريمير التطبيقات المنصات التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي يستخدم أيضا في هذه الحرب كمان كيف اخترقوا الأمن السيبرالي لنا كيف يدخلوا على حساباتنا أنا من واحد من الناس التي تعرضت مثلا لهكر وتعرضت لأنني كثير بنشط صفحة الفيسبوك قلت بدي أجرب أنه في خوارس ميات قاعد بتعامل مع المفردات والمصطلحات المستخدمة ضد العدوان بالفعل وبعثوا الاعتذار ونحن نستطيع النهار لأنه فيها محتوى مؤذي تمام وبعارض معادات السامية وغير ذلك وذلك حقيقة نحن بحاجة لتوليف مراكز الدراسات تهتم بهذا الشأن التحليل مضمون حقيقة نحتاج إلى منصات تتكلم اللغة العربية منصات عربية خاصة فينا فلسفتنا بطراثنا بقيمنا بعاداتنا نحتاج حقيقة إلى توعي ووعي وتثقيف مع احترامي نستزيد من الثقافة نطلع نطالع الصحف الغربية نطالع الصحف العبرية القناة الإسرائيلي 12 هم يستخدموا في علامهم الحرب النفسية دائما الحرب النفسية إحباط المعنويات التأثير على آمان الناس على طموحات الناس تطلعات الناس يحاولوا يوصلوا فينا دائما لنقطة أنه ما إليك خيار قدام إلا الاستسلام أمام أطماعهم وأمام احتلالهم نشكرك دكتور محمد كامل القرآن شكرا لك على هذه المعلومات شكرا لوجودك معنا لهذا الصباح شكرا 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 للمشاهدة